أستاذ مريم من المينيا تتفضل أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي كدوك؟ نعم وفضل الحمد لله حضرتك أنا من فترة عندي وسواس وتجيلي أفكار روحش جدا على ربنا وعلى الناس وبستغرب من أي حاجة فأنا عايز أعرف ده إيه؟ أول لحضرتك أولا أولا حضرتك سنك كم؟ أنا 30 30 وفي زواج؟ أه طيب عندنا أولاد؟ أه عندي عندنا خوف عليهم من أي حاجة؟ نعم هو بس الأفكار دي اللي بتجيلي يعني وكده دايما وبصلي وبقرأ قرآن وبصلي عنه بكتير وبرضه مش عايزة تروح من دماغ بس يا ست المعتد أن الوساوس أولا وسواس دي من النفس مش من الشيطان آه نعم الشيطان بيوسوس كمان بس الوساوس دي بتكون من النفس في الغالب الوساوس اللي بتتعلق بربنا بتيجي لما الواحد ما بيوصلش لأماله أو لأحلامه أو أنه هو مش راضي عن عشته فبيحس أنه هو مظلوم فالوساوس دي بتلتقي لغاية ما تخليه تقوله إذا كان ربنا سبحانه وتعالى حنين علي وإذا كان ربنا كريم وإذا كان ليس يبني الواحدة وأكيد مش سايبك لوحدك أكيد ربنا سبحانه وتعالى بيتحنن عليك بس هو السؤال هو مين قال إن السيناريو اللي احنا حطينه لحياتنا هو ده السيناريو اللي ممكن يسعدنا مين قال إن السيناريو اللي حطينه لحياتنا هو اللي يخلينا عباد لله سبحانه وتعالى مين قال إن السيناريو بتاع حياتنا ده سيناريو مدروس ومعمول قبل كده مين قال إن السيناريو بتاع حياتنا اللي احنا واخدينه حتة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا ده لايق علينا مين قال إن السيناريو ده وتوصح فكتيم الأحيين لما الإنسان السيناريو اللي هو حطه الحياة وما بيتنفس بيعتبر إن ربنا سبحانه وتعالى تركه ونسيه وحشاهه سبحانه وتعالى فالحل هو إيه؟ الحل في الوسواس اللي من النوع ده تلت حكاية الحاجة الأولينية فيه شوية مفاهم تتغير عندنا المفهوم الأولاني إن الحياة مسي السعادة فيها على زي السيناريو اللي أنا حطه لا السعادة فيها هو إن أنا أحس إن ربنا معايا في كل فعل أنا بفعله يبقى دي أول حاجة فيه شوية مفاهم على أقل تلت مفاهم لازم تتغير عشان نتغير ونقدر نعيش حياتنا باستقرار دي أول حاجة الحاجة الثانية إن احنا محتاجين كمان بشكل واضح إن احنا نغير بالنمجنا الحياتي نغير بالنمجنا الحياتي ما نعملش كل حاجة كل يوم فتذكرنا بكل الزكريات السيئة وبعدين أقول هو أنا ليه الوسواس ما بيفرقنيش لا لازم أغير حياتي ولازم أدخل فيها حاجات كتير إن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسي يبقى خلاص لغبطي نفسك لأن نفسك طول ما أنت مستسلمة لها هي إيه اللي هيحصل هي بتزيد عليك بتزيد عليك الوسواس لكن لو غيرت بالنمج حياتك وحسيت إن ربنا بيساعدك لما تتعلمي وتكمل دراستك أو بيساعدك وأنت بتحسن شغلك وبتروحي تتعلمي حياتك بتتغير الحاجة الثالثة والمهم إن أنت تكسري ذكر أنت بيريحك يعني لو إن الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بتريحك قولي الصلاة على حضرة النبي لو إن الاستغفار بيراحك قولي بس ما تقوليش ذكر يكون بيزود عليك إن أنت بعيدة عن ربنا وإن ربنا مش قبلك يبقى الثلاثة حاجات دي تتعامل بالنظام ده ده شيء مهم جدا 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 ولازم نعرف إذا كانت حياتك بتوقف بقى وحياتك مش ماشية بتوقف الشكل صحيح يبقى إحنا محتاجين دعم نفسي يعني لو حياتك عطلانة ومتقدريش تقومي بواجباتك ومش قادرة لو كنت شغالة مش قادرة تشتغلي مش قادرة تنزل الشغل مش قادرة تقومي بواجباتك المنزلية لو كنت قوم تبقى صحيح تبقى نحتاجين دعم نفسي على طول فده شيء مهم جدا 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 نعم